بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمر with pharmaceuticals واليوم ناخر semi-solid dosage form semi-solid dosage form تعريف بسيط simple definition are the topical dosage form intended for the therapeutics a protectives or cosmetics faction containing medicated and non-medicated substances تعريف بسيط يقول هو شكل دوائي يستخدم بشكل موضعي الغرض من عنده هو therapeutics العلاجي او كتجميلي او كحماية ويحتوي المواد طبية وغير طبية المواد غير طبية فائدتها تستخدم due to their physical effects اما ك مواد حماية او مواد تستخدم امودعي مولينات للجلد يعني 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 تعمل مرتبات او ملينات للجلد تعمل مرتبات او ملائنات لجلد أو لبرقان كم زي طال يتميز سميسوليد دوساج فورم أنه استخدم نيزالي أو فيجينالي أو ريكتالي هنا مولي أنه توبكال فيشتغل فقط لوكال لا اما يكون شغلة موضعي أو عام لأنه ممكن أن يحصل لها من ابتصاص وينطي تأثير سيستيماتيك سيميسوليد دوساج فورم سيفور Living أما تستخدم عاماقش تسبب استخدم عاماً خارجي ممكن أن يخلصنا من بعض التأثيرات الجانبية. أيضاً من التأثيرات المفضلية والضيقات المفضلية لأن المفضلية المفضلية بأفضل المفضلية لأجمال المفضلية من المفضلية. لأنه يستخدم لوكالي موضعي لذلك ممكن أن يوضع بشكل مباشر المنطقة المرآة العمل عليها فهي يمكن أن يكون الجرح في الهين وضع الجرح أو يستخدم على الجرح أو يستخدم على الجرح يمكن أن يكون الجرح بشكل مناسب للفاقدي الوعي أو الهيئة التي تتعاملها عن طريق الفن يمكن أن يكون هناك غسرق موضعي يكون مفضل أكثر مفضل يكون أetime عضل مفضل سمي-solid dosage form due to the presence of water in high quantity and water is a source represents the source of contamination by microbiological or hydroscopic effect or hydroscopic effect. هنا الماء هو مصدر التلوث في liquid dosage form. هنا الماء يكون كمية قليلة مقارنة بالماء الأخرى. الماء هو مصدر التلوث في الماء الأخرى. الجرعة المعطاة هي غير دقيقة في السيراب يمكن أن نأخذ شراب 250 ملغرام بكل 5 ملغرام في تابلتس يمكن أن نأخذ تابلتس 500 ملغرام هنا الدوسيج أكوريسي هنا لس دان أدار دوسيج فوم يمكن أن نأخذ تابلتس يمكن أن نأخذ تابلتس أو تابلتس يمكن أن نأخذ تابلتس قبل التابلتس يمكن أن نأخذ تابلتس على حيث يمكن أن نأخذ تابلتس أو رانسيدي ممكن أن يترك أثر صعوبة بالحمل دائماً مع ربار طاي يعني يفرق بالأصبع لذلك هو ممكن أن يكون عرضة للcontamination less stable than solid dosage form stable demand تأقل من solid dosage form may associated with irritation لأنه يوضع مباشرة or allergy to some patients لأنه يوضع بشكل مباشر ولفترات طويلة on skin لذلك ممكن أن يكون irritation يعني تخدوش قريباً حساسية لبعض الpatients هنا ideal properties of semi-solid dosage form semi-solid dosage form المثالي خواص المثالية شنو؟ تقسم إلى ثلاثة physical يعني dosage form شكله و الاجيال properties تشمل physical properties يعني الخواص المتعلقة بالdosage form نفسه بالproducts والفيسيولوجيكال والفيسيولوجيكال تأثيرات هذا الدوسيج فوم على المستخدم والapplication properties بعد أن يوضع على الجلد يسموها الابلكيشن شون يوضع طريقة وضع المهم الفيسيولوجيكال البيسيولوجيكال يكون ناعم الملمس smooth texture elegance in appearance مناسب بالمظهر non dehydrating غير and non gritty و ايضا non greasy and non staining and non hygroscopic carbon dioxide انها يكون مناسب بالمظهر وغير مجفف غير جعب بشكل عام وايضا غير دهني ولا يؤدي الى وجود اثر وغير مستقطب للثاني hydroxyl carbon dioxide from the atmosphere physiological properties including physiological non irritation ماكو irritation قليل irritation مفروض do not alter membrane skin functioning ما يغير من skin وظائف الجلد المثال مسيبال with skin secretion هنا احتى راسب incompatibility عدم تعافقية مع افرازات السويتس يعني يكون مسيبال ضائب بها ومنتشر بها المثال have low sensitization index لا يسبب التحسس بشكل كبير sensitization index هو لا يسبب التحسس بشكل كبير application properties easily applicable عندما يوضع بشكل سهل with efficient drag release ايضا او consequence release تحرر المادة الفعالة من base يكون سريع و جيد high accuracy wash ability عندما يوضع على الجلد يجب ان يكون ازالتها بشكل سهل نجى الى النوع الاول من semi solid dosage form هو واكلكم سامعين بالمرأة هو الطبية وشايفين شكلها الاوينتمنت are one of the most commonly homogenous translucent شفاف viscous يكون لازج semi solid preparation they they compose تتكون active ingredients and ointment paste مثل ما قلنا medication medicaments and blood medicaments وضائف هنا هي اما protectant يعني physical protection اما protectant or cosmetics وقلنا وقلنا ممكن يكون امولانس مؤسكما لي اكريزي يكون دهني ثق oil نسبة الاويل دهون بي اكثر 80% بينما الواتر وجودة 20 واقل intended for external application لاستخدام الخارجي to the skin or mucous membrane they are used as emollients protectives therapeutics as purpose of semi-solids اما علاجي او وقائي او الى ما ذلك من استخدامات classification of ointment ointment space can be classified according to to ointments can be classified according to the layer of skin that can affect it the classification of ointments based on the layer of skin epidermic لمن كوني outer layers سمو epidermic ointments these ointments intended to produce their action on the surface of skin and produce local effects they are not absorbed rare they act as protective antiseptics or parasitic sites endodermic ointments endodermic these ointments are intended to release the medicaments that penetrate into the skin here the penetration is deep layers within the skin and they are partially absorbed the difference between first and second non-absorbed not partially absorbed and acts as emollients stimulants and local irritants while diodermic ointments are intended to release the medicaments that pass through the skin and produce systemic effects which is full absorption and systemic effects called diodermics we go to the pace with ointments the pace is for pace classification generally for type or olygious olygious pace not oily in nature or hydrocarbon pace the absorption pace also oily in nature but can absorb water water removable pace which is easy in water 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 is hydroscopic こ تأثيرها شنو؟ they have emollient effects. يعني شنو؟ endodermic type. هادي الباس. endodermic type and protect against the escape of moisture. هنا يحافظ على الموستر على الترطيب البشرة أو الـ skin أو الـ local effect. يعني هو يحمي من هروب الواتر أو تبخر الواتر عندما يضع على الجن. they can remain on the skin for a long period without a drain, non dehydrating. يمكن أن يبقى إلى فترات طويلة بدون أن يجف. and because of their immisibility with water, difficulty to wash off. إزالته لأنه هو غير ومتزج مع الماء لذلك لا يمكن إزالته بسهولة. water on accuracy preparation may be incorporated. يمكن أن تدخل. لكن with only small amounts. مثل ما قلنا أقل من 20% with some difficulty. مثالها قلنا مثالها. هي البترولاتم أو سموها الفازلين. اسم التجاري المشهور. عندما يستخدم المواد الصلبة باودر ضيفة. لابد أن نستخدم لفترات طويلات. لفترات طويلات. مواد الصلبة. مواد الذوب بذني الباودر. أو تحيط بيهن بشكل عام. ومثلتها المنورال. عشان الوازلين. السللين امشاتة the plant and the paste اللي هي قابلية داخل ل bottle جالة. ومزارة القسوم 들�定ة. يسميها مرورية الزوانية. مفترات التجاري أو الب Vera dela. مستحّلة التجاري من المهامو التخرق. تحيط بفترات التجاري users أقوى السلوشن يؤدي في تصوير الواتر في الواتر في الواتر تخيلها أنه بشكل الداخلي الواتر الخارجي من هذا هو الواتر فالواتر يكون الواتر داخل الأول يسمى الواتر فيكون الداخلي يكون الداخلي يكون الداخلي والفاس الخارجي الطور الخارجي يكون هذا النوع ليس بسرعة من الواتر ويكون يكون الداخلي لتحضر موضوع ثلاثة من الواتر وأنه الطور الخارجي الملامسة الجيلة يكون الداخلي ليس من سهولة الإزالة بالماء سبب أن الواتر الخارجي الملامسة الجيلة أو الملامسة الجيلة أو الملامسة الجيلة الملامسة الجيلة الملامسة الجيلة الملامسة الجيلة هذا النوع من الواتر أو القواعد هي ممكن تستخدم لإدخال كمية قليلة أو حجم قليل من الأكوة السلوشن وتتخدم ملابسة الجيلة هذه الملامسة الجيلة الملامسة الجيلة لإدخال ذات تستخدم قليل من أكوة السلوشن نوع C هو Water Removable اللي يمكن إزالتها بالوتر This is Oil in Water لتجانت Water in Oil هذا الطور الخارجي External Face Water لذلك ممكن إزالتها with Water due to narration while the type of water removable paste easily removed by water due to the external face of emulsions similar to creams يشبه لكريمات وسبب أن المطلقة الخارجية من المشكلة هي أكيوية، لذلك يستخدم خارج من المشكلة يعني هو الخارجي من ويجعل الواتر ممكن أن يسوي الواشنج ممكن تخفيفها أيضا بالواتر بينما النوع الأول ما ممكن تخفيفها بالواتر النوع الرابع قلنا ويجعل الواتر مدهنية نهائية مجرد أن يلمس الماء نلقاها بسرعة بسرعة لأنه تتأثر بالماء، يعني الواتر يمكن أن تقوم بسرعة أو يجب أن تقوم بسرعة بسرعة لأنه يتأثر بالماء، يعني الواتر يمكن أن تقوم بسرعة 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 لذلك يجب أن يكون أكيوية أكيوية لا تستخدمة أو تستخدمة أعيد، هنا، بسرعة بسرعة النوع العقس إذا قرنناها ump من الحال آخر في السرعة بسرعة 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 من الواتر لا يمكن أن تقوم بسرعة قليل من الواتر بسرعة 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 يمكن أن يأثير على الألغانس مالة وممكن أن يساول على دسروبش يجب أن يفعل فى المتعجد لحجرد البلوكين يتحول فى المتعجد المسيحات يمكن أن يفعل بمتعجد البلوكين كما يفعل بمتعجد البلوكين البلوكين الأقل من 600 are clear colorless liquids those with molecular weight above then when thousands are waxy فأكيد هو يستخدم لأن ، واقسي صليد ماتيريالات والذين مع مولكل الوائد في بينما هم صليد إذن هنا يستخدم البولياثيليني غليجول اللي هو أكثر من 600 أقل من 1000 لأنه صليد إلى عمل ب ripم لماذا إستخدم البولياثيلينيين وجلي��ين غليجول العمله ملاحظون عليهم بيسرمت بالطبيئيليل زيادية لأنك أكثر من السلطبياع are clear and liquids. While in 1000 is a solid, in between as semi-solid. ويوجد واضحة يجي الى البربراتيات هناك ثلاثة جنرال ايضا 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 يعني الملذة تحتاج الى انصحار مثل ايضا ايفا جدا مثل الاملستهل الاملات المالانساء هذا يجب أن تهيم السبب وهذه الطبيعة الاملتجية الإنجرالاتي ش emulate Quit تتحمل الحرارة ما تتحمل الحرارة هيتلاف الهيطار و الهيطار المسيسين فالنكوربارات المتقلات الإنكوربارات المتجراحة مثل. A uniform preparation has been produced by mixing the components. نلقا uniform بشكل متساوي وجيد. Preparation has been produced by mixing components together. كل مكوناتها تمسج معا. بطرق مختلفة. بالسمول سكال. The pharmacist may mix the components of ointment in mortar and pestle. باستخدام الهاون واليد بينما and or spatula and ointment slab may be used to rub ingredients together. حتى نخلطين together. While large scale production. يعني بالمصانع. اللي يوصل 1500 كيلوغرام. نستخدم المكسر. Before incorporation. هاي مهمة. Active ingredients. يجب ان particle size should be reduced. هنا. While. خذناها المحاضرة سابقة. Benefit of particle size reduction. هنا. Why you use particle. يعني mulling or particle size reduction. To improve what properties of solid as rheology and uniform particle size and so on. So final products. Not be greedy or solid. ما يكون لا رملي ولا شكل solid. إذالك أول مرة ممكن أن ننذوب بكمية قليلة من solvents. اللي هو ممكن كحول أو واتر. حسب طبيعة ال active consequence. The solution mixed with ointment base. Alcoholic solution of small volume may be added easily. Too easily to both oleaginous or emulsifying phase. Now. how can liquid drugs added to ointments during the production of ointments. كيف يمكن من المواد السائلة النظيفة. المواد السائلة. هنا العامل اللي اللي يحدد هي قابلية capacity of the ointments base to accept required volume. حسب طبيعة ال pace اللي ممكن أن تستوعب هذه السوائل. So very small amount of acute solution may be accepted by oleaginous. طبيعتها oily. أكيد تستوعب كميات قليلة. And special technique. وتعتاج لها تقنيك خاص. Whereas absorption phase. النوع الثاني. We really accepted more amount of acute. قلنا النوع الثاني. هي water in oil. الانternal phase هو water. لذلك ممكن أن نستوعب كمية أكبر من oleaginous. When it's necessary to add acute preparation. لما نريد أن نضيف aqueous preparation. to hydrophobic hydrophobic. sorry. hydrophobic pace اللي هي الفازلين. The solution first may incorporate it into minimum amount of hydrophilic pace. ممكن أن نخليب hydrophilic pace اللي هي تكون الاكسترنال 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 this pace oily while internal water. So الاكيواز راح يكون بداخل بداخل هذه ال solutions وال pace. من الخارج يكون oily لذلك يمكن تزوج with oleaginous or hydrophobic pace. إذن إذا أردنا نضيف موعد aqueous hydrophilic إذا أردنا ضيف hydrophilic إلى hydrophobic نستخدم hydrophilic base وهي water and oil مثل absorption base and then this mixture added to hydrophobic. However all base even hydrophilic have their limits to retain liquids أيضا يمكن حسب قابلية الاحتفاظ بال water أو liquids وبعد هنا أكثر من هذه ممكن أن تتحول من semi-solid إلى soft أو liquid form نجي إلى الطريقة الثانية لتحضير الointments هي melting أو fusion This method needed the melting of the base and ingredients هنا إذا ردنا نضيف الانيجريدين أكيد راح نضيف from the highest melting points and descending to lower melting points طبيعي خلي درجة انصهارها عالي هي الأولى وتخلط مع الأقل فالأقل فالأقل وكذلك با refusion method all or some components of ointments هنا all or some هناك كلها together وإذا عدنا liquids or powder ومضيفة بالأخير ومضيفة بالأخير some components كل مكونات the ointments are combined تخلط by being melted not heating melting انصهار together and cooled بعدين الخطرة الثانية تكون cooled with constant stirring until congealed حتى تبرد أو تتحول إلى الشكل السمي solid those components not melt are generally odd to congealing mixture the components or the constants اللي ما ممكن أنه melted أن تتأثر بالحرارة نضيفها بعد أن تجمد the pace and being cooled and destroyed وتغلب بالحرارة heat the pile substances on any volatile are added when the temperature of mixture low enough not to cause decomposition or volatilization of the components components ينضاف لما انتصل درجة الحرارة إلى وضع بحيث يكون كافي للحفاظ على composition يعني يمنع التحلل أو volatilization of the components أو تبخر components Ointment containing components such as beeswax بعفين sterile الكحول and high molecular weight polyethylene glycol are prepared by fusion نحن ال base أو Ointment base اللي تحضر with fusion Evaluation Evaluation Ointments تقييم و test Ointments السلسة و هنا أربع أشياء can be an evaluation of ointments the first one penetration الاختراقية الاختراقية مع التحلل تحلل 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 و تحلل تحلل Ointments هنا هنا weight quantities وزن معين من Ointments و يفرق على different areas of the skin to give length of time to give length of time لمدة معينة after unabsorbed Ointments collected from the skin and weighted المتبقي من Ointments ناخذ و الوزن the differences between the two weights roughly represents the amount of absorbed during the absorption ونعرف هل هو under penetration as standard or not rate of release of medicaments هنا قلنا ال pace وال medicaments should be released easily from the pace to give its action to assist the rate of release medicaments small amount of ointments placed in the surface نستخدم الأطباق الأجار الغذائية المستخدمة مثل بترديش ونضع عليها كمية من Ointments ونضع ونضع كمية من ونضع الكمية لل medicaments هي البكتيريا سايدو وبعدها ننقيس after suitable period incubation ننقيس zone of inhibition المنطقة المثبتة is measured and correlated with rate of release يعني بالنيوترنت اقار نوضع Ointments مالتا هي بكتيريو سايدو من نضعها إذا كان لها release سريع نشوف جد البكتيريا الموجودة بال بترديش نحسب التايم وهذا التايم هو يحدد إذا ريليز of medicaments easily or more difficulty لأنه ريليز of medicaments يحدد الانسات of action side effects time of use frequency of use all these absorption of medicaments نشوف ايضا تاست الثالث هنا شغل quality control طبعا هو absorption of medicaments into blood هنا هنا نضع ointments على skin ونقيس ايضا بال urine او بال blood irritant effects ال irritant effects طبعا injects the muscle المسل بال abdominal skin or fats reaction are noted intervals ومضال انتابع الى 24 24 72 ساعة و 96 ساعة وجود بقاع skin within 2 weeks indicate irritancy to a ointments يحتاج شيء اسمه preservatives موات حافظة كما بالأفثالمي preparation topical preparation usually are not required to be sterile بال sterilization lectures get topical with less standard level of sterilization while one of this topical what called ophthalmic need high level however preparations containing water tend to support microbial microbial growth to greater extent water free preparation نجي الى النوع الثاني من semi solid dosage form سميه الكريمز الكريمات تعرف homogenous as semi solid with consisting of trans trans emulsion contains lipophilic emulsifying agents عوامل مستحلبة و their consistency depends on the type of emulsion either water in oil or consistency and on the nature of the solid even two factors consistency type of emulsion وطبيعة المواد الصلبة الموجودة في internal phase the creams are intended for application certain certain application to ointment many patients or physicians prefer cream to ointment because they're easier to separate and remove الكريم لان طبيعة المائية يكون مفضل بالاستخدام وذلك بسبب سهولة وضعها وسهولة التخلص من عندها تحضر classification رب ماكرو سفير تحتوي على ماكرو سفير مثل bightamin a cr Economic Lamellar phased cream, liquid paraffin in water emulsion, a cream containing liquid nanoparticles, water in oil cream are more inclusive. يحفظ الرطوبة أكثر من oil in water because of the external phase oily, will oily and intact with skin for a long time and not easily evaporated. Preparation creams in steps as preparation of oil phase procedures, flask, powder and ingredients are dispersed in mineral oil, high external oil phase dispersed in mineral or silicone oil, heating may require to melt, hydration of aqueous phase, emulsifier, stabilizer, more thickness, are dispersed in water, heating may be required for hydrating, forming the emulsion, two phases are blending. نخلط the two phases under vigorous agitation and dispersion. Evaluation of cream. The things that we're doing test and you need to test from the cream is what's called rheology. Rheology or viscosity should remain constant. demand. Meaning when you're designing the products. Till la hen, till la hen, till the end the expiry, lafl Come the evaluation of this industry must have been affected by the reaction of the bronce, which means this điều 그다음에 is affected by the demon or dispersion of the skin. On viscosity, it affects the ability to lift and suffer from the cream. لذلك يجب أن تكون ثابتة البضل أن يكون ثابتة في حين المائل يمكن أن يكون معرضاً باسترداد بإستخدام سيكون ثابتة في تحتمال في أستخدام كم يستخدم بحيث تحصص نفس المصدر نفس المخلص من الأشياء يستخدم وفتحصص يستخدم الممكن لسرقبة من أحوال السلطان أو تحسس الأرجسك للجلد مباشرة أو أحوال السلطان لأنه تتأثر ومن تتفاعلها مع الللغة الصلية سيؤدي الى photo-sensitisation يعني ايضا أليرجي لكن لا تأثير مباشر للأوينتمنت نتيجة تفاعل الأوينتمنت وضع لألل هذا يجب أن تستخدمه قبل نحن هذا تستخدمه يفعله عبارة على الهوات الخليفة لسقه على السكن and be either open or close if مغربات أو مفتوحة the test sample is applied along with standard market product different places and effects is compared after period of time هل ترضى أو بعدين التثير مالك يقاس نجي إلى قياس effects of thermal citrus it is usually to evaluate the stability now the stability of emulsion by subjecting it to high or low temperature نعرب هل الحرارة بشكل دوري هل الحرارة من صفر من صفر إلى أربعين من صفر إلى أربعين درجة تقوى سنتيغريد such exposure هذا التعريض are repeated in number of time وأنقيس stability بعد هذه الدورة تقوى سنتيغريد فاصل oil in water water in oil فاصل الأطوار أو مكونات الكريم the rate and degree of face separation and emulsion can be easily determined keeping certain amount نحتفظ certain amount and measuring the volume of separated face after different time interval the face separation may بعدين نشوف the face is getting انتشر وهذا راح يطينا دلالة على الوقت اللازم بالانفصال ودلالة أيضا لل السابراشن اللي يحدث result from screaming or coalescence of of globules the face separation test can be accelerated by center refugation آية ننجي إلى البرولفت الثالث اللي هو أو الدوسط الثالث هو الجل أيضا semi-solid and homogenous clear consisting of dispersion of small or large molecules in aqueous liquid vehicle rendered gel-like gel-like the addition of gelatin gel-ing agents هناك emulsifying agent هنا gel-ing agent حتى تتحول إلى الجل معروف شكله gels are aquascolloidal suspension هذا نوع الجل of hydrated form of insoluble medicaments used for medication and lubricants هذا الهدف من استخدام جل agents among the gel-ing used synthetic macromolecules such as carbomer 934 cellulose derivatives مثل carboxyl مثيل cellulose hydroxyl مثيل cellulose مثيل cellulose nature gums وال summer trigogans type of gel type of gel phase single phase gel in which the macromolecules are uniformity موسع بشكل منتظم خلال liquids no appearance boundaries ما هو حدود نتقى between disperse molecules and the liquids usually involve organic two phase dominance organic two phase b when the gel mass consists of flocules of small distinctive particles usually involved inorganic type of gel colloidal release gel bio adhesive gel organo gel extended release gel nan amphiphilic gel hydrophilic gel class of physical properties complexation gel thermosensitive gel thermosensitive gel thermosensitive gel and reversible hydrogel or hydrogel gel evaluation of gel evaluation direct content 20 gram of gel accurately weighted in 50 طريقة تحضيرك واحد الراب ناخذ من الجل وخمسين مول فلاسك 20 مول نستخدم الواتر ويضيف الواتر ويضيف الواتر الواتر كانت تحضير مع مكسر 10% نستخدم ميتانول في الواتر تحضيرك من الملحة كانت تحضيرك 360 نانومتر باستخدم الواتر باستخدام الواتر نهر يجب ان يشوفها اجل بطريقة ال سبكتروفوتومتر هذه البواز يجرب ثم نضوب المواد الفعالة حتى نظيفها بعدين يعتمد على الابسوربانس و 1 جرام جول ديزولت 100 دستل واتر استخدم في ديجر 60 غير 2 الفسكوسيتي أيضا الابروسيجار معين والسبريدابولتي طريقة انتشارة قبلة انتشارة هنا الاباراتس مكوّل من two glass slide containing جول in between with lower slide fixed والابار attached to balance by hook used to determine سبري دابوليتي والإكسرا دابوليتي أسمبل المثلات أدوبتد فور دي ترميناشن الإكسرا دابوليتي إثنان الإكسرا دابوليتي مناتها قابلية خروج الجل فرامبينوزر يحتاج سيكويزينج بعدين إكسرا دابوليتي خمسة بالعشرة سنتيمتر في رايفونت أفجل في 10 سنة شكرا جزيرا شكرا جزيرا شكرا جزيرا شكرا لكما تستمتع إن شاء الله مع محاضرة أخرى محاضرة طالما أبقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته